بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا نصفهم المنطق عمال النظافة الوحدة الأولى من المقطع الثاني أولا سنستمع لنصفهم المنطق ثم سنجيب هاني الأسئلة ثالثا سنعبر عن المشهد صفحة 26 أشاهد وأتحدث تابعوا معي ولا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت عمال النظافة تعاني فئة عمال النظافة من ظلم قاس وتهميش مستمرين بالرغم من الخدمات الجليلة التي يقدمونها للمجتمع فهم يواجهون مشاكل اجتماعية بالجملة فإلى جانب تراجع الحس المدني وغياب التحضر الذي يظهر من خلال الرمي العشوائي للقمامة وعدم احترام مواعيد وأماكن وكيفية رميها تعاني هذه الفئة من تصرفات الناس وفضاضاتهم وسوء معاملتهم إن ظروف عمل المنظفين جد صعبة إذ يجب أن يرتدي العمال ألبسة وأقنعة واقية من الأخطار بالإضافة إلى قفازات وأحذية خاصة وإلا فسيتعرضون إلى أمراض مختلفة وعلى رأسها الأمراض الجلدية خاصة إذا تعلق الأمر بالنفايات الطبية أو المواد الكيموية التي ترمى بطريقة عشوائية إنها مهنة شاقة لأن عمال النظافة لا يتوانون عن بذل جهد جبار في سبيل آداء واجبهم على أكمل وجه لذا فإنه قد حان الوقت لنغير نظرتنا وسلوكنا اتجاه من يسهرون على نظافة محيطنا ووقاية صحتنا وتوفير راحتنا الآن لدينا الأسئلة أولا برأيك لماذا يتصرف الكثير من أفراد المجتمع بدون مسؤولية وما هو واجبنا نحو هذه الفئة من العمال نقول يتصرف الكثير من أفراد المجتمع بدون مسؤولية بسبب تراجع الحس المدني وغياب التحظر واجبنا أن نحتارمهم ونساعدهم في تسهيل مهمتهم لجمع القمامة في أكياس واحترام مواعيد وأماكن وكيفية رميها ثالثا كيف ننشر الوعي بين أفراد المجتمع حول وجوب احترام عمال النظافة وتسهيل مهمتهم نشر أولا ثقافة التقدير والاحترام لهذه الفئة المحافظة على نظافة محيطنا القيام بمبادرات اجتماعية في الأحياء والمؤسسات لمساعدتهم في عملهم رابعا ارفع يدك كلما سمحت سلوكا حضاريا هنا سنضع علامة صح أمام كل سلوك حضاري البسق في الشارع الرمي العشوائي لقمامة رمي قشور الموسي والحلويات على الأرض فرز النطيات المنزلية وضع القمامة في أكياس بلاستيكية وربطها بإحكام رمي القمامة في الحاويات في الأوقات المحددة إذن سنضع علامة صح أو في هنا أمام كل سلوك حضاري إذن هذا فيما يخص الأسئلة أنمر الآن للجزء الثالث الآن لدينا الجزء الأخير أعبر عن المشهد ناقش التصرفات التي يجب أن يتحلى بها كل منا لتسهيل مهمة عمال النظافة نلاحظ هنا الصور صفحة 26 نقول يبذل عمال النظافة مجهودات كبيرة في أداء مهنتهم يجرون عرباتهم ويحملون مكانسهم لالتقاط ما يخلفه الناس في الطرقات والشوارع ينظفون دون كلل أو ملل لكن هناك من لا يحترمونهم يتعاملون معهم بشكل سيء ينظرون إليهم نظرة إزدراء ناسين بذلك أنهم بشر مثلهم ولتسهيل مهمة عمال النظافة فيشب علينا وضع القمامة في أكياس بلاستيكية وربطها بإحكام رمي القمامة في الحاويات في الأوقات المحددة فرز النفايات المنزلية المساهمة في حملات تنظيف الأحياء نشر ثقافة التقدير والاحترام لهذه الفئة إذن هذا فيما يخص الجزء الأخير وهنا تكون خلاص تمعانا حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته